موسيقى هنا في مديرية الطلح في محافظة شبوة لجأ الأهالي منذ أكثر من عشرين عاما إلى اتفاق يقضي بموجبه على ظاهرة الثأر من خلال قتل الجاني فور ارتكابه للجريمة الأهالي أكدوا أن المديرية لم تسجل فيها أي حادثة قتل منذ تلك الفترة نتيجة لهذا الاتفاق القبلي وإلى حكمة مشائخ ومراجع المديرية عندما راح مركز الاستعمار أنا منذي استلموه ورحنا واتفقنا القبيلة كله حق مديرتي طلح هذا كلها ولما شمر على أنه ممنوع الثاب لما وصله لما نرى كيف نروح على الرغم من أن هذا العرف المتفق عليه قد يندرج أيضا في إطار القتل خارج القانون يحاول الأهالي وضع حلول ذاتية واتفاقات قبلية قد تمنع اشتعال حوادث الثأر في ظل غياب رادع من أجهزة القضاء التابعة للدولة يعد الثأر من أكثر القضايا تعقيدا في محافظة شبوة وبسببه تزهق أرواح كثيرة على مدار العام ولجأت المجتمعات التي فتك بها الثأر إلى تلك الأعراف لتعويض غياب الدولة وكانت دافع لها للجوء إلى هذا النوع من الأعراف القبلية كالذي اتفقت عليه قبائل الطلح لحل مشاكلهم البينية عوض صالح المهرية شبوة